اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين في سباق افتتاح الموسم والسباقات التأهلية الدولية والمحلية توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالات الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة توجى الفرسان الفائزين في سباق افتتاح الموسم لمسافة 120 كيلو مترا والسباقات التأهلية الدولية والمحلية لمسافة 80 و 40 كيلو مترا والذي يعتبر أول سباقات الموسم لعام 2016-2017 وقد حقق الفارس راشد الرويعي من استبل الزعيم للفريق الملكي المركز الأول لمسافة 120 كيلو مترا وفي المركز الثاني الفارس الشيخ محمد بن مبارك الخليفة من استبل الزعيم وفي المركز الثالث يعقوب يوسف الحمادي من استبل الخالدية كما تم تكريم الفارس سلمان عيسى من الفريق الملكي لفوزه بالمركز الأول في سباق 120 كيلو مترا محلي وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفائزين في السباق مؤكدا سموه أن المستويات التي قدمها الفرسان والاستبلات تدل على الاستعدادات المكثفة لرياضة القدرة بمملكة البحرين والتي تحظى بالرعاية الفائقة من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مشيرا سموه إلى أن السباق جاء مثيرا وقويا بين جميع الفرسان الذين قدموا مستويات فنية كبيرة ومتميزة رغم هطول الأمطار بكميات كبيرة وصعوبة المسارات الأربعة وأضاف سموه أن المتتبع لمسيرة السباق يدرك تماما صعوبته والتحديات التي كانت تعترض مسيرة الفرسان والجياد لكن الفرسان أثبتوا خبراتهم الكبيرة وتعاملهم المتميز مع مختلف الظروف بما فيها هطول الأمطار مشيرا سموه إلى أن جميع الفرسان كانوا حريصين على إنهاء السباق بالشكل المطلوب بالإضافة إلى حرصهم على سلامة الجياد وعدم تعرضها للإصابة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المستوى العام يؤكد بأن هذا الموسم سيكون مغايرا تماما عن المواسم الماضية الأمر الذي يبشر بمنافسة قوية على المراكز المتقدمة في السباقات القادمة مشيرا سموه إلى أهمية إعداد وتأهيل الفرسان في المملكة لخوض منافسات الموسم والتعرف على المستويات العامة قبل الدخول في معترك الموسم الذي يشتمل على العديد من السباقات وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباقات القادمة ستكون قوية وملئة بالإثارة والندية وهذا ما نتمناه الأمر الذي سيعود إيجابا على الفرسان في البحرين لخوض المنافسات الخارجية المقبلة بكل قوة مشيرا إلى أهمية الإعداد المتميز من قبل فرسان الاستبلات للسباقات القادمة وتحقيق المزيد من الإثارة والندية في جميع مراحلها السباق معاقنة صراحة إذا نلبس كابل منظمين كنا بننهي السباق وبنأجل السباق وبعدين فكرنا في الموضوع أن السباقات القدرة هي اسمها سباقات القدرة والتحمل وإحنا نشارك في أوروبا نعبر جبال نعبر أنهر ليش يعني ما إحنا تكون عندنا بعد أحد العوائق الطبيعية في البحرين فالعوائق الطبيعي كان صعب للخيل اضطرنا نغير بعض الروتات عشان يعني نراعي بعض الخيل منها تتخلف المنطقة الأسباخة أكثر يبناها في المنطقة الغربية من المراحل اللي هي شوي بيها رملة فالحمد لله مشيت الأمور نحسن ما يكون ما توقعنا السرعة بتكون كبيرة مثل ما توقعنا لكنها يعني كانت السرعة معقولة لأن الفرسان أذكية تعاملوا مع الأرضية معاملة حسنة من جانبه أشار سمو الشيخ فيصل من راشد الخليفة إلى أن السباق افتتاح الموسم جاء قويا ومثيرا وفي ذات الوقت حذرا بسبب الأمطار مع تحقيق الفرسان للعديد من السرعات الجيدة التي تؤكد التدريبات المتميزة والتحضيرات الهامة التي شهدتها جميع الاستبلات المحلية في المملكة مشيرا إلى أن هذا السباق أكد القدرة والمهارة العالية التي يمتلكها فرسان البحرين في رياضة القدرة وأعرب سمو الشيخ فيصل من راشد الخليفة عن سعادته بالمستويات الكبيرة التي قدمها فرسان الاستبلات المحلية في السباق مؤكدا في الوقت ذاته أن السباقات المقبلة ستكون قوية من أجل تحقيق المراكز المتقدمة مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والمخلص مع جميع الفرسان في سبيل الوصول إلى تطبيق الخطط والبرامج الرامية إلى الارتقاء برياضة القدرة في المملكة والوصول بها إلى أعلى المستويات ترجمة نانسي قنقر